طيب تعالوا نروح ليه حكم المباراة حكم عنيف مشهور على فكرة بالبوتوكات السفراء والحمراء إشهار البوتوكات السفراء والحمراء سيمون مارسينياك حكم قمة نهاية كأس مصر حكم بولندي من موليد 1981 يبلغ من العمر 41 عام وبدأ مسيرته التحكمية في 2002 وتقالد الشارة الدولية في 2011 خلال مسيرته التحكمية أدار سيمون 531 مباراة أشهر خلالهم 219 و19 بطاقة سفراء و73 بطاقة حمراء مباشرة و67 بطاقة حمراء بعد إنذارين فيما احتسب 237 ركلة جزاء ما بيها الزرش ما بيها الزرش لعبت الأهل والزماك تاخد بالها ما بيها الزرش خالص حكم بولندي من الحكام المعروفين في المنطقة العربية حيث سبق له إدارة 30 مباراة في الدوري السعودي و3 مباراة في كأس الملك بجانب مباراة في الدوري القطري سبق لي مارسينياك أن أدار 3 مباراة في بطوط كأس العرب الأخيرة الأولى بين قطر والبحرين والثانية بين الجزائر واللبنان والثالثة بين قطر والجزائر وأشهر خلال هذه المباراة 13 بطاقة سفراء وبطاقتين حمراء واتين أضاء الحكم البولندي مباراة في كأس العالم 2018 الأولى بين الأرجنتين وأيسلندا والثانية بين ألمانيا والسويد وأشهر في اللقاء الثاني 3 بطاقات سفراء وأطارد وحيد قادة نهائي السوب الأوروبي تحكمية مرة وحيدة في موسم 2018-2019 بين أتلتكو مدريد وريال مدريد أضاء 35 مباراة في دوري أبطال أوروبا أشهر فيهم 135 بطاقة سفراء وأربعة حمراء واحتسب 15 ركلة جزاء أشهر مباراة في دوري أبطال أوروبا ربع نهائي موسم 2017 بين برشلونا ويوفينتوس وربع نهائي 2022 بين ريال مدريد وشيلسي ونصف نهائي 2022 بين ليفربول وفياريال سابقة لقاء نظارة ست مباراة للنجم المصري محمد صراح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا